كيف نحاول كيس الشبس إلى وعاء تقديم؟ إذا أردت أن تأكل من كيس الشبس مباشرة وتستخدمه كوعاء للتقديم فقط قم بإمساك الشبس من الأسفل وقم بإدخال الزوايا إلى الداخل ثم افتح الشبس وقم بطي الطرف العلوي إلى الداخل ثم أكمل إدخال الزوايا السفلية إلى الداخل حتى يصل الشبس إلى السطح هكذا ليس عليك المعاناة من وقوع الشبس وليس من الضرورة استخدام معاء لأكله هل تعلم أن كيس الشبس يحتوي على الهواء كما يعتقد الكثيرون منه؟ وإنما يحتوي على النيتروجين وذلك للحفاظ على قرمشة رقائق البطاطس ترجمة نانسي قنقر